بسارة من ستة وحيدي بالشيخ أبي منصور عبد الرحمن ابن محمد ابن حسن ابن غيبة إبلاهي ابن عساك ردي مشقي المتوفى سنة تمائة وعشرون هجري قال الشيخ فخر الدين ابن عساك رحمه الله اعلم رسدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه خلق العالم بأسره الهدوية والصفية والعشة والكرسية والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما سميع الخلائق مصدورون بقدرته لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملت حجم الأيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أعلم الغيب والشهادة لا يخصى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر وما تفقدوه من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحاطى بكل شيء علمه وأحطى كل شيء عبده وعالوا لما يريد قادر على ما يشاء له الملك وله الغنى له العزو والبقاء له الحكم والقضاء له الأسماء لخسنة لا دافع لمعقبه لا مانع لمعقبه خالوا في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ليس عليه حق يلزمه ولا عليه فتن كل نعمة منه فضل كل نقمة منه عزل لا يسأل عن ما يفعل وهو يسألون وجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا كمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال أتى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الأكوان يدبر الزمان لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان ولا يشغله شأن عن شأن ولا يحقه وهم ولا يكتنفه عقبا ولا يتخصص بالزمان ولا يتمثل في المسك ولا يتصور في الوهم ولا يتكيف في العقب ولا تلحقه الأوهام والأفكار ليس كمثله شيء وهو السميع البطير